اهلا بكم ايدا المجددة مشاهدين الكرام في شارع الجنوب بالمعروف طبعا أن كل دولة لها اطار تشريعي وغالبا في موظم دول العالم هذا الاطار التشريعي بيحكم في المظلة الرئيسية الدستور والذي ينبسق منه العديد من القوانين بالإضافة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي توقع عليها هذه الدول وفي الغالب هذه الاتفاقيات تكون متوافقة مع الدستور أو العكس في النهاية ليحكم هذا اطار تشريعي يحدد هوية هذا البلد بما يتفق طبعا في النهاية مع عادات وتقاليد وتراث هذه البلاد ولذلك نجد أنه في بعض الدول لا توقع على بعض المعادات وعلى الاتفاقيات يعني هذا هو الاطار التشريعي لأي بلد اليوم سنتحدث عن أهم المنجزات التشريعية في الفترة الماضية وتأثيرها على المجتمع بشكل عام وتغيير حياة الناس بالتأكيد لأن أي تعديل تشريعي مفترض بيبغي تغيير أحوال الناس إلى الأفضل ده لحعرفه من ضيفي العزيز طبعا الباحث القانوني السيد أحمد شوقي المحامي بالاستناف العالي ومجلس الدولة السيد أحمد أهلا بك معنا أهلا سهلا يعني ما شرحت بس كده بشكل عام بسم الله وإن شاء الله المقدمة كانت كافة لتعريف الناس إحنا هنبتدي إزاي وحنتكلم عن إيه طبعا هو إحنا بداية كقانون إحنا عندينا قوانين سابتة ومتدرية بيبدأها القانون الأساسي اللي هو الدستور اللي هو بنقول عليه الأب في الدولة يعقبه قوانين القوانين دي بتتفرع أو تنبسق عنها إما قوانين خاصة أو لوائح خاصة لتنفيذ القوانين لها نعم نعم إحنا بداية طبعا هو كل قانون لازم يتوافق زي ما حضرتك ذكرت مع أعراف الدولة وأعراف المجتمع اللي إحنا ماشيين فيه نعم لذلك حتى في داخل الدولة الواحدة قد يكون هناك بعض القوانين نعم تطبق بحيسيات مختلفة من مكان لأخ صحيح يعني إحنا عندينا مثلا في العرف جرة العادة في الصعيد إن إحنا مثلا متعودين إحنا بنمشي بمسكين عصايا أو ما شبه ذلك كمعتاد نعم شيء معتاد طبعا إحنا لو مسكنا العصايا دي ويجينا نمشي بيها في اسكندرية مثلا أو في القاهرة هولا كده سلاح حتتجي الاتجاه تاني نعم وحتبقى داخلة في الاتجاه اللي هو السلاح الأبيض نعم نعم زي ما هو في حاجات مباحة في الأماكن الشاطئية نعم مباحة في الأماكن الداخلية نعم 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 طيب سيد أحمد إذا نحن حبينا نتكلم برضو زي ما قلنا أن أي تعديل تشريعي المفترض بيبقى هدفه الأساسي العام تغيير حياة الناس للأفضل بالتأكيد يعني والتخلص من معاناة كانت سابقة بيعاني منها المجتمع لو تكلمنا في إطلالة سريعة سنتوقف عند بعض المحطات لبعض القوانين التي تغيرت وشايف حتك إزاي أنها كانت إيجابية وكانت مؤسرة بشكل إيجابي على حياة الناس هو طبعا بالنسبة للقوانين لا ما بزلوش قانون جديد إلا بناء على بحث ودراسة البحث والمناقشة والدراسة البحث بيبدأ من القانونين المختصين به بعد كده بيبتدي بلجانة مجتمعية اللجانة المجتمعية دي بتناقش طبعا أهل الدراية وأهل القانون وأهل الخبرات سواء محامين أو قضاء أو دارسين أو باحسين للقانون بعد كده بيعقب ذلك صياغة للقانون دي ثم يورد على مجلس الشعب ليقراره أو تعديل بعض أحكام وطبعا زي ما هو فيه في مجلس الشعب أعضاء أو نواب مختارين عشان هم يقر أو ما يقررواش القانون في لجنة في المجلس الشعب لجنة تشريعية لجنة قانونية للصياغ بالزبط في أساس القانون محامين كبار أكيد طبعا نحن النهاردة بنتكلم في مجلس الشعب فيما يقرب من الخمسين عضو من المحامين صحيح غير من هم مشتغلين بالقانون نعم نعم فهي الفترة اللي فاتت شاهدت بعض التعديلات كانت تعديلات كويسة نعم لو ضربنا بعض يعخذنا بعض الأمثلة يعني خاصة يعني يعني مثلت كلمة في العشر سنين الأخيرة في تحولات كبيرة حادثت في المجتمع مثلا منها انتشار السوشيال ميديا ووسائل الإنترنت وما إلى ذلك والجرام اللي كانت يعني مش موجودة بسبب عدم موجود هذه الوسائل لما انتشرت بشكل كبير جدا بات هذه الجرائم موجودة هو حاليا طبعا احنا كانت زمان الجرائم هنتكلم لو تكلمنا عن قانون العقوبات مثلا والتغييرات اللي حصلت فيه احنا هنتكلم عن التعديل بتاعه اللي هو 185 سنة 2023 ده تعديل لقانون العقوبات للمصر كان التعديل منصب بصفة أساسية عن الأخلاقيات اللي ظهرت في المجتمع من انحراف السلوك انحراف السلوك من التحرش التلمحات الجنسية والإباحية والكلام ده وكمان اللي هو السوشيال ميديا ووسائل الاتصال لان احنا دلوتي بنصادف ان هو في بعض الناس بتستغل خطأ سواء الاتصال سواء الهواتف الاتصالات اللي السلكية واللاسلكية والكلام فطبعا بما ان احنا المفروض كمجتمع بنحارب الحاجات دي فصدر القانون ده اللي هو 185 سنة 2023 عدل بعد احكام قانون العقوبات منها المادة 306 مكرر وده اللي كان عدل مواد الحبس عن التلمحات الجنسية والإباحية او التحرش بمعنى عدق يعني عشان نوصل المعلومة للمستمعين سواء المتخصصين او غير المتخصصين كمان شدد العقوبة في حالات معينة اللي هي ما يكون القائم على العمل لي صفة سواء رئاسية على اللي هو المدني عليه نعم كما لو كان مدير في العمل مدير في العمل او اللي هما صاحب البيت اللي هو عمده خدام او اشبه ذلك نعم هنا عقوبة تشدد اه فبتكون العقوبة تشدد شوية لان ده المفروض انه هو تحتوله يتريني ليه سلطة اه ليه سلطة فالسلطة دي بتديه الوضع اكبر من المتاح يعني استغلال في السلطة وفي نفس الوضعات الجنائية استغلال النفوس بتاعه استغلال السلطة بتاعه نعم فشدد المشارع شدد العقوبة شدد العقوبة فيها طبعا وخلها اعلى وخل فيها غرامة وخل فيها حبس او احد العقوبتين طبعا ده من شأنه انه هو اكيد النهارده بيحقق الردع العام للمجتمع النهارده ما يجي انا اسم اعرف ان انا لا العقوبة بتاع التحرش او التلمحات الاباحية او ما يشبه ذلك نعم من السواء لاسلكية او لاسلكية لانه كان المعتقد انه هو لا انا بتكلم اصلي الرقم بتاعي مش متسجل اه انا بتكلم اصلي الصفحة بتاعتي دي مش مسروقة مش مسروقة لكن دلوقتي مع التقدم التكنولوجي وصلنا ان احنا فيه عن طريق ما بحث الانترنت لابنعرف مين هو وبينجيبه ازاي وبينتحاكم فده تعديل جيد شافح تعديل اكيد كويس نعم هو ان كان ما اه ما اتاحش الامكانية الاكتر من الحكم للمجتمع بس هو خطوة ايجابية خطوة ايجابية على الطريق الصحيح وبرضو هل ده بيربط بسن برضو انت في شباب كتير بتحت السن بيستخدموا ده بشكل سيء بالزبط هو احنا بالنسبة لنا كقوانين مقسمة حسب الفئات الهمرية فطبعا لابد ان هي بتبقى ليه فرق العقوبة ما بين البالغ من غير البالغين ليهم اختصاصات زي ما حدثها قانون الطفل الرقم 12 لسنة 96 على فكرة هو حتى قانون الطفل تم تعديل تم تعديله بالقانون 186 اللي هو المادة اللي بعد دي القانون اللي بعد اللي احنا بقيت فيه نخش على قانون الطفل موضوع الطفل ده موضوع مهم طبعا هو بالنسبة للموضوع الطفل هنا احنا هنتكلم عن التعديل بتاعه هو السن زي ما هو 18 سنة هو دون 18 عام دون 18 هو الطفل طبعا فيه عندنا احنا تغيرت بالقانون 188 سنة 2023 عدلنا القانون 12 سنة 96 عدلنا في بعض المواد من ضمنها التعديلات وصلت لما مادة 24 اللي هي كل من قدل عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يستوجبها القانون يستوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن الموليد وهنا دي بتدور مش في القانون الطفل نفسه لا رعاية الطفل هو عشان نبقى فاهمين القانون الطفل هنا مش القانون اللي هو مجرم بيه الطفل او يعاقب الطفل او العقوبات الطول احنا القانون بتاعنا ده قانون بيحافظ على الطفل بيحافظ على الطفل واغلبية المواد بتاع القانون ده مستقى من بعض المؤهدات الدولية اللي احنا زي اتفاقية حقوق الطفل او اتفاقية حقوق الطفل ففيها جانب داخلي مع مراعاة الجوانب الخارجية طب انا عارف ان احنا لاني برضو هل يعني القانون الطفل ودواتي انا عارف في قانون الاحوال الشخصية وقانون الاسر لسه بيتناقش في البرلمان هل يعني هل ممكن يبقى فيه تعارض بين القانونين ولا مفترض ان هذه القانون تكمل بعضها البعض لا احنا عندنا في القانون القانون كلها المفروض ان هي بتتحرك في اتجاه واحد نعم اللي هو يعني اخصد مثلا على سبيل المسائل على سبيل المسائل مثلا حق الرؤية مثلا هو حق الرؤية مرتبط بالاسرة في نفس العام بشكل عام وفي نفس الوقت يمس الطفل هذا ما اقصده يعني عشان كده احنا ما اياه في قانون الاسرة قانون عشر لسنة 2000 يعني محدد محاكم لمحاكم الاسرة استوجب فيها انها ما تكونش داخل الاطار المحاكم العادية يعني على الاقل استوجب انها يكون لها بوابة مستقلة بذاتها لأنه النهاردة مش معقولة حيكون فيه طفل بينه بين والده والدته فيه مشاكل واستوجب انه هو يروح مثلا او يحضر جلسة مثلا لقرار بشهادة كما في حالة سن الحضان يعني احنا عندنا في سن الحضانة ما بيكمل خمستاشر سنة بيخير الطفل ما بين الوالدين نعم فدي بتستدعي انه هو يكون داخل محكمة الاسرة نعم فانا النهاردة يعني كطفل المفروض ان انا عايز اربيه تربية نعم ويطلع سوي مش معقول انه هعرض الموقف انه هو داخل من باب فيه يعني بعض المتهمين اللي هم داخل سواء اللي فيه ما تكالبش اللي كذا نعم فطبعا مش هعرض الموقف دي فهيستوجب في قانون زي قانون الاسرة القانون عشر سنة الفين ده انه تبقى المحاكم الاسرة في اماكن مستقلة بذاتها نعم او على الاقل نعم بواباتها مستقلة طعب احنا هنيجي اللي بتتمناه في قانون الاسرة لكن خليني برضو نكلم عن بعض المنجزات برضو اه الدولة يعني نفزت في عدد من المحافظات التأمين الصحي الشامل منها محافظة اسوان خلاص هيبدأ فيها فيها الأسر في بورسعيد في بورسعيد القانون لأي ماذا تواكب مع هذا يعني هو قانون نظام التأمين الصحي الشامل برضو حصلت فيه بعد بعد ما اشتغل المنظومة اشتغلت في بورسعيد وفي الواد الجديد وفي الأسر كانوا بتلت محافظات تأمين التجربية طبعا اكيد انت اثناء التعامل بنفاجأ بان في حاجات بعض الحاجات التي تظهر لنا اللي هي غير القادرين احنا دلوقتي بالنسبة لنا في عندنا القانون الشامل دي في بعض الأسر المفروض الأسرة دي في مستحق للتأمين الشامل احنا قلنا كل الناس مستحق للتأمين الشامل طيب في ناس غير قادرين على انهم يدفعوا الاشتراك الاشتراك او النسبة فطبعا راح عدلناها بالقانون تم تعديل القانون دي بان اقر من هم المستحقين او الغير قادرين بالغير قادرين ففصل لنا القانون عددهم يعني عددهم بحيث ان هو يعفيهم من الماقرين على المستحقين 10% او يتقل المسبة السابتة المدفوعة نعم تنزيل خدمة برضو السيد أحمد الشغل الشغل برضو الناس دايماً الضرائب والناس بتشوكي دايماً يقول لك الضرائب احنا بتبقى عالية سواء ده كان موظف او غير موظف او مهني او اعمال حرة او ما الى زالك يعني شايف هل في تغيرات في قانون الضرائب تصب في نصحة العميل في النهاية في برضو في تعديل تم في القانون الضرائب اه اللي هو بياه 75 سنة 2023 برضو ده بتعديل القانون قانون الضريب ل 91 سنة 2005 ده عدل مسبة الشرائح اللي هي مستوجبة لل انها تدفع الضريب اه فرفع حد الإعفاع من 15 ألف لحد 30 ألف ففي حد 30 ألف كده استود موفى من الضرائب اه موفى من الضرائب تمام تمام الى جانب طبعا نفس البندل يعني خطبة تتماشى مع التحول الاقتصادي اكيد طبعا وان كانت في الوضع الحالي في ظل الظروف برضو تضخم مش كافي نعم هل تبقى في مرونة في التعديل مثلا اكيد يعني مشرع ممكن يرى مرونة مثلا اكيد لان هي دي طبعا بتتغير بتغير الوضع والتضخم والحالة الاقتصادية في البلد نعم نهاردة انا ما تكلم كنا بنتكلم في 15 ألف الـ 15 ألف دي كانت في 2012 و2013 والكلام ده كانت الوضع القيمة السوقية لها القيمة السوقية كويس نعم النهاردة انا بتكلم في 30 ألف وبردو 30 ألف مش كافية نظر 30 ألف سنويا سنويا يعني شهريا ما يقلب من 2000 ونص أو حال كده مش كفاية ان هي تبقى حد المفوضة تبقى عليها بالنسبة نقفز الفنون والإبداع وشايف حدك الوضع الثقافي والإعلام بشكل عام إلى أي مدى حدثت تحولات في جائزة بشأن تعديل بعض المواد قانون تعديل جائزة دولة المبدأ الصغير المبدأ الصغير اللي هو برضو تماشين مع قانون الطفل اللي احنا كنا بنتكلم نعم ان احنا عندنا قانون الطفل دي فيه عندنا سنه لازم يكون 18 سنة وانه حدد ولازم يكون مصري نعم وانه لازم يكون في نفس المرحلة العمرية ما يكونش مستحق الجائزة ما يكونش يعني لو خد جائزة المرات ما يستحقش عليها جائزة المرة الجاية في نفس السن أو في نفس المرحلة العمرية فده طبعا تماشين مع الخطوات اللي يجابية بالنسبة للطفولة ومراعاة المؤل اللي بداع نعم طيب ما زال معكم عضيف العزيز البحث القانوني الوستاذ أحمد شوقي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة طب هنتكلم عن المأمور وبرضو احنا زي ما قلنا في البداية أي تعديل تشريع أو تدخل تشريع مفترض أنه هو يحل مشاكل مجتمعية ومن هذه المشاكل قانون الإجارات القديم والقانون الإجارات بالنسبة للمساكن أو بالنسبة للمحلات التجارية أو طبعا بالنسبة قانون الإجارات قد يكون النهارده مقال أكثر من خمس سنين وهو تحت الدراسة لتعديل قانون الإجارات طبع قانون اللي يراتحنا بالنسبة لنا في مصر هنا القانون زي ما بنقول متحجر شوية ليه؟ ليه لأنه هو العدد أو الشريحة اللي هو حيث عمل معها كبير قد يكون أكثر من 30 مليون صحيح 30 مليون فالنهار ده احنا بنتكلم في 30 مليون 30 مليون دول مش بنتكلم على 30 مليون فرد 30 مليون أسرة ده احنا بنتكلم على 30 مليون أسرة مستأجر صحيح 30 مليون أسرة مؤجر مؤجر صحيح تقريبا تقريبا نصف أكثر من نصف المجتمع نصف المجتمع طبعا النهاردة تعديل قانون الإجارات ده الخطوات اللي هي قتلت بحسن فيه ازاي حنبتدي نغير الوضع الحالي نعم فهي المقترح الأشبه الصغير مقبول يعني النهاردة نعرف مثلا العمارة في مكان بيبقى المتل فيه بالشير فلاني وكل إجاراتها مثلا 100 جنيه في الشهر يعني ده كلام يبقى غير منطقي وغير منطقي وحتى حرام شرعا يعني أعتقد هو بالنقى المشكلة أن احنا عندنا قانون الإجارات بنبص في حالات كثيرة من المستأجرين ما بيرعيش الجانب الأخلاقي فيها نعم وفي نفس الوقت بنلاقي برضو بعض المستأجرين نفسهم بنفس الكيفية بيتمنى يقول لك الأبوالياز وبيلا يتمنى العمارة أقع يعني يعني أو شك على الانتهاء أو شك على الانتهاء هو عمل مرحلة عمرية للتنفيذ أن هي هتبقى فيه فترة ما يقرب من عشر سنين نعم هيبدأ فيها زي فترة انتقالية فترة انتقالية مرحلة انتقالية تبدأ بالقيمة قيمة الضريبة على العقار نعم هيحدد نسبة أن هي سبع أضعافة أو عشر أضعافة وتتماشى لحد ما توصل لرقيمة السوقية الموجودة فعليا بعد مدة عشر سنين وفي الحالة دي هنبقى بالخيار نعم ما بين أن أكمل في المكان وإلى المكان تاني صحيح صحيح فدي طبعا إن شاء الله نتمنى أن يرى النور يعني هذا نتمنى أن يرى النور لأني برضو في النهاية أنت يعني ما ينفعش تأتيجي مع المستأجر والمؤجر يعني في النهاية تبقى تتحافظ على مصاحة الطرفين أنا بالنسبة لك قاعدة قانونية لازم تبقى عامة ومجردة نعم ولازم تبقى ملزمة صحيح فأنا مبرعي الشخص صحيح ومرأة وفئة معينة لا أنا بحط قاعدة نعم طيب قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصيين يعني طوافنا إليه السريع لكن يحتاج إلى تفسيرات كثيرة ويحتاج إلى حلقات حقيقة ممكن نخصص هذا حلقة في هذا الجانب لكن عموما يعني اللي انت شافه في قانون الأسرة اللي هو لسه يتناقش في مجلس النوبة طبعا أنا يرى النور وبرضو مشاكل كتيرة برضو في الأسرة يعني هم مثلا الحضانة حق الرؤية حاجات كتيرة في القانون مثل عبكة هو للأسف إن إحنا عندنا السرور المشتركة مثلا يمكن أهم ما في المشوار أو في قانون الأسرة ده حق الرؤية بالنسبة للوالدين إحنا عندنا حق الرؤية افترضوا القانون إنه ساعتين أسبوعية أنا النهاردة لو حطيت نفسي مكان الوالد الأب عايز يشوف ابنه فأنا النهاردة باستنى أروح بيتي بعد شغلة عشان أقعد مع أولاد صحيح فتخيل إنه هو لا هو مستني الأسبوع يخلص عشان يوصل يوم خميس عشان يوصل الساعتين وممكن بتعنت من الجهات يعني يقول له لا ساعتين مش هروح وله الحق في إنه هو يعني بس بس مش بصفة دورية تاني حاجة أنا النهاردة خدت حق الرؤية كأب أنا النهاردة في عم وفي خالف وفي كذا وفي كذا طبعا إحنا لو افترضنا إنه عملية من الطرفين اللي إحنا بنتكلم فيه ده غالبا بنتكلم بصفة الأب لإنه هو غالبا الطفل بيكون مع الأم صحيح في الغالب لكن في حالات حكم الحضانة برضو حكم الحضانة لكن في حالات بتبقى مع الأب وبيبقى مثلا الجد الأم أو ما شابه ذلك هم اللي عايزين يشوفوا الأب وتبقى فيها فهي في مشكلة كبيرة عندنا فيما بين حق الرؤية وحق الاستضافة ما بين الوالدين وما بين الدرجة القرابة الأعلى من الأبوين فدي مشكلة ضخمة مشكلة ضخمة شايف أن القانون علاجها إزاي يعني؟ هو أنا أرى يعني وهو طبعا وفوق وكل زيان من عليم أنه هو يقترح بعض الأمور المرنة في هذه الأمور ما تبقاش الساعتين هم الساعتين سبتين نعم ما يبقاش ما فيش حق لاستضافة بين الوالدين نعم لازم نعرض الطرف اللي هو مستقم الحضانة في يده لازم يبقى زامرونة صحيح نعم طرف الآخر صحيح بحيث أنه هو الطرف الثاني لأننا النهاردة الأكثر من ده كله ما يترتب على حق الرؤية أنا النهاردة حق الرؤية ده لحد سنة 15 سنة نعم بعد سنة 15 سنة يخير يخير الصغير ما بين الأبوين نعم 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 أخيرة مهمة جدا لأني ده ما يزعلش مرضو حتى لو احنا كويسين مع بعض وكل بس نكتب ورق أي المشكلة هو ربنا أقال نها ول القانون أقال ربنا أقال إذا تديونتوا بداينك فكتبوه ولأكتب بينكم كاتب أي المشكلة أنه نهاردة مراتي هتساعدني أو هتشارك معك هتبرها شريكا أنا لو جيت لحضرتك خدت مننا حضرتك انت اللي هتشاركنا هعمل وراء ولا هنتكلم لا حنهمل وراء نعم طب أي المشكلة أنه نعمله مع مراتي صحيح تمام سواء مراتي أو ما ممكن يكون أطراف تاني من تابع مراته أو أطراف وده حفظ الحقوق ولا دير عليه يعني لا شيء عليه نتمنى إن شاء الله دي بعض الاقتراحات برضو لأله عظيفي العزيز اللي بيتمنىها طبعا من ناحية القرونية وفي النهاية بتصبه في مساحة المجتمع ختاما احنا بنقول إن كانت القوانين وضعت لحفظ الحقوق لكن الأخلاق هي وحدها من تبني الشعوب صحيح صحيح فهنا النهاردة لابد من إعمال الأخلاق لأنه هي الجانب الأساسي للمجتمع مش القانون صحيح صحيح بالتأكيد طبعا نتمنى ذلك يبقى في تعديلات تشريعية في الفترة القادمة في الجمهور الجديدة تتناسب مع التحولات العالمية وبالتأكيد المناصر بتتأثر بهذه التحولات نتمنى إن تكون التحولات التشريعية أيضا إيجابية تصبه في مساحة المجتمع من خلال البرمان بغرفتين النواب والشيوغ في نهاية حواري هذا تحدثنا فيه عن المجازات التشريعية في السنوات الماضية وما تمنى ضيفي من أمنيات تشريعية إيجابية في الفترة المقبلة في نهاية لقائي هذا أشكروا ضيفي وضيفكم الكريم الباحث القانوني الأستاذ أحمد شوقي المحام بالإسناف العالي ومجلس الدولة شكرا الزحمة ونلتقى على خير شكرا جزيلا شكرا إذن هذا ما سمح في الوقت المشاهدين الكرام في حلقة الليلة من الشارع الجنوف نهاية تحيات فريق العمل عامة الراعي أخري عبدالعبدالزاهر أشرف الجندي كل قوة حسن أوكاشا كل قوة اللي موجود معانا عاد المحمود ياسر أنصاري بالتمنى طبعا التوفيق للجاملية والإشراف على التنفيذ للزميلين أحمد شهين وعبدالسلام البردوي والإشراف العام أستاذ خاد الشريف وهذه تحياتي وإلى اللقاء